ليه اللعبة بخمسة النهاردة كنت مختلف عليها؟ لأنه بالنسبة لي هو واحد من بمناسبة الخمسة واحد من الخمس أسباب قدت لخسارة المنتخب المغربي النهاردة قدام المنتخب الفرنسي ابتدي بالسبب رقم واحد اللي هو اللعبة بخمسة وقراره ليد الرجراجي الأثنين عليه بشدة طوال البطول اللعبة بخمس مدافعين بيستهدف دايما التأمين بتلاتة في الخط الخلفي مع تحرير نوعا ما الاتنين اللي على الأطراف اللي هما في الحالة دي نصير مزراوي وأشرف حكيم أنا لا قدرت في أول ربع ساعة تحديدا لا قدرت إن أنا حرر للاتنين تم تحريرهم بعد كده بعد استقبال الهدف ودي قصة تانية أشرف حكيم ونصير مزراوي مقدرتش إن أنت تحررهم لعبت في تلاتة تغييرت الكمبينيشن في وسط البطولة وأنا متعود على شكل معين في ظل هذا التلاحم والضغط الشديد مع ارتفاع مستوى التنفسية وأنا بلاها في فرنسا مضر جدا إن أنا بغير في التوقيت ده مش خمسة ولا ثلاثة ولا أربعة وأني أوقع التغيير في حد ذاتها في التوقيت ده عفوا صعبة جدا مضرة جدا وده اللي اتدفع ضربته بادري قوي فده كان السبب الأولاني اللعب بخمسة في الخط الخالف اتنين قال لا توفيق ودي مش بتاعت حد قال لا توفيق اللي لازم في منتخب المغربي واحد في توقيت استقبال الهدف لا توفيق غير طبيعي وطريقة استقبال الهدف لا توفيق غير طبيعي عدم قدرة المنتخب المغربي اللي راح بواحدة واثنين وتلاتة واربعة الشوت الثاني على التسجيل لا توفيق غير طبيعي واثنين حلوين جدا في الشوت الأول واحدة بتاعة الجوادي الأميق الشوت بتاعة والشوت بتاعة أناحل ما كانش معاك توفيق النهاردة تلاتة حالة الإرهاق الشديدة جدا عن كل عناصر المنتخب المغربي وكنا مستنين كل مباراة بننتظر هي امتى امتى هيقوا فخلاص وصلوا إلى مرحلة اللعيبة مش قادرة والدليل تصريحة والد الرجراجي أربعة قرار والد الرجراجي اللي رغم الثناء عليه وبعيدها تاني عشان ما تاخدش ان احنا بنهاجم والد الرجراجي رغم الثناء ثناءنا عليه طوال البطولة لأنه قراره باشراك لعبين مصابين حتى لو كان لعناصر الخبرة هو قرار فيه مخطرة شديدة جدا جدا ان انا بحط عنصرين غير مكتمل الجاهزية فيهم لعيب لو هوا غانب سايس أو رومان سايس ما كانش ممكن يلعب البرل قبلها واتربط ونزل ولعب قدر المستطاع وخرج فانت جاي لك لعيب بنفس الإصابة بنفس المشكلة وإصابات العضلية مفقاش وانك تشركه فتضطر تسحبه بعد 20 دقيقة وانت مستقبل هدف فاتكلفت تغييره ورجعت رجعت غيرت طريقتك لو هو انا عند القناعة بعد الاستقبل كنتكملت بالخمسة غيرت العيب بالعيب وكملت بالخمسة لأول نزل سليم أملاح مكان أخيرا خمس سبب انه العناصر البديلة في المنتخب المغربي وده طبيعي جدا طبيعي جدا على فكه معزل المنتخبات كده اه ما هقول لك ده طبيعي جدا إلا فرنسا إلا فرنسا إلا فرنسا إلا البرازيق إلا المنتخبات اللي عندها سكواد قوي قوي يعني خمس ست منتخبات بس في البطولة كلها فده طبيعي جدا ما قدرتش إنها هتقلل الفوارق مع اللعابة اللي موجودة في الملحب 11-12-13 عنصر اللي اعتمد عليهم وريد الرجراج دول خمس أسباب قدوا لأنه النهاردة المنتخب المغربي يخسر معظمها أسباب خارج اليد أسباب محدش كان يقدر يعمل فيها حاجة في سبب شادس مهم جدا في قوة فرنسا تتلعى مع فرنسا أه طبعا لا قوة غير الأسباب العالم محمود طبعا قوة فرنسا والحلول الكتير وهو جود جريزمان النهاردة بمناسبة جريزمان في لقطة شفتها هي أكتر لقطة معبرة عن حالة جريزمان هو بيطلع كلام المزيد الجزء لا مش لقطة في المباراة بعد المباراة تعليق بوجبة فرح كاتب ثناء على جريزمان قال لك جريزمان كانتي ثناء على الدور اللي عملوا جريزمان مش طبيعي إن جريزمان يعمل كل المجهود البدني ده وينزل ودافع ووقف الزوايا تمرير ويتواجد في وسط الملعب ويبقى واقف بلوك قدام الاتنين شامين وفوفانا طول المباراة هو الرجل ده طول عمر يبيلعب شادو سترايكر أحيانا جناح فرود هو مش لعيب مش لعيب وسط ملعب أبدا فإنه يبقى بهذه القدرة خلى بوجبة عمل ده بالنسبة لي هو أكثر تعبير بالنسبة لي معبر عن الحالة اللي كان عليها جريزمان الحالة العظيمة اللي كان عليها جريزمان في البطولة كلها تحديد النقطة طيب